الحفر شغال تمام؟ ايه النظام عندكم؟ قلوا تمام الرجالة في الكونتينر بأفور المغرب خلاص الروب خمصه على بركة الله ربنا يتمم على خير بحوادكم ونعمة بالله ربنا يوفقنا اقولك يا هادا رضا الله مصلي عنا من تجبرتي دلوقتي وبقيت راجل وانا يعني ممكن اعتبرك صديق واخد رأيك انا وهمك يا رضا بنفكر نخويك يا عم اتنين اللي بتوفيكو حل لا اقب عليك ما تقولش كده ده نجام ده اوي 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 بعدين ام اخيال اللي عايزة ده حتى من ايام ما كان بتجيلي ايه؟ يعني لما كنا بنتقابل يعني لا لا بتجيلك فين؟ الشغل الشغل المهم المهم مش ده موضوعنا لا ده موضوعنا شغل انت عد تعاطل بالك سنين يا منعم يا عم كاب بتجيلي يا عالكورنيش عالنيل كنا بنتقابل عالنيل الله فيها يا رضا دي مراتي مين اللي بعتلك متأخر كده؟ ده كامل من نقطة 27 بعتلي ميسج على الانستجرام عايزنا نخرج مع بعض هو كامل ليه في الستات؟ هو ملوش؟ معرفش يعني بس بيقولوا بيبقى عرق ومرق وكده لما يوافق قدام اي واحدة ستة في الشرك اوه سو كيوت تلاقي بعتلك على النت عشان مش قادر يقولك في وشك؟ لا يخرب بيت النت وسنين النت واللي النت بيحدفوا علينا ربنا يحميك يا وليد ليه مالو وليد؟ مش عارف اقولك ايه؟ من كام يوم كده لقيت الباب بيخبط قام وليد يفتح الباب سمعت كده وانقعد على الكنبة صوت كده راجل كبير وهيبة وعمال يسأل فين عزة فين عزة؟ قومت اشوف فيه ايه؟ لقيت ايه بقى؟ قصة طويلة عريضة ايه المفيد اللي فيها؟ ان الواد بيكلموا على النت بقى له شهور على ان واحدة اسمها عزة الراجل حب عزة عاش قصة حب مع عزة طلق مراته سبع ياله في الغربة وجيه عشان يقابل عزة ويتجوز عزة حبه عمره او ماي جود وعملت ايه؟ امدا عطا صوت ولميت الجنان بس خفت قوي الراجل كان عمال يبص في عنين الوقت نظرات غريبة غريبة بس مش عارفة الراجل ده شكله مش غريبة علي حس ان انا شفته قبل كده بس فيه مش عارفة ده امك بتقدرك هايد امك بتقدرك وبتحبك كان دايما تقولي الواد ده غالبين كنت كل ما اجي قابلك اقوله ان انا راح لخالتك ومشوق ويصدقني والله 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 ينفع اللي بتعمله ده يا رضا ما انت اللي بتعوكف الكلام امانعي ماشي يا رضا على فكرة لك النميري بيقنبني مش انا كنت كل ما اشوفك اديك سجارة ما انت كنت خوتني كنت كل ما اتشوف وشي في الدين سجارة ده انت في يوم اديتني خمس سجارة اربعة ما كان يوم طويل يا رضا عشان بس محسش بالزنب بس انا مش فاهمة ليه وليه دي يعمل كده عيل صغير وبيلعب عن نت هو اي حد يصدق اي حاجة مكتوب عن نت كده تخلى الراجل يحبه ويطلق مراته راجل وعبيد عامله ايه مش فاهمة تعتذروله نعتذله ليه بقى ان شاء الله راجل هيجان ويعنيه زيغة ومش عارف من جهله يفرق ما بين اللي بيكلمه ان كان ضكر ولا انتاية وعايل صغير وبيلعب عن نت عايزة تفاهميني وانت صغيرة ما كنتش بتعملي كده لا طبعا طب خليكي في شغلك وما تحشريش مناخلك في الملكيش فيه انت اللي حكي تسيلي على فكرة غلطانة انا حبطل احشورك في مشاكلي بص انا مقدر ان اهمك بس لازم تعرف ان كل انسان له احتياجات بعضين يعني انا بقولك كده يعني علشان يعني تديني مساحتي ما دادهلك ازاي مساحتك دي بقى يعني يا رضا يعني تخلي في عينك حصوة ملح يعني يا الله الخلفة دي برضو محتاجة على طول عشان تعارف بص لما تجبر اتفاهم الكلام ده انت انت بتدخني في تفاصيلك ليه؟ انت تستا تدخني في تفاصيلك مع امراضي؟ يا عم انا مش عايزة اعرف يا عم يا عم انا بقولك بس عشان صوتي ما يخدكش ليه يا عم وفيل بيتجوز؟ الله عيب عليك يا عم انت بتقل بيا ليه؟ ده انا اشير الليل يستا خلاص بقى مساحت الفيديو طب يلا خش احفر معا وصيب بقى الزفت ده احفر يا عم بس مزعلش نفسك او كده لا رب انا ما اجيب زعل ولا حاجة انت حلم طلعنا لايف وانت يعني شاف الصفحة بتاعت علام ودير الامن؟ ده كلها عال سرساجية وحبساجية طب يلا يلا خش ماشي يا عم وصب بقولك ايه؟ شكلك وانت بتسلم نفسك في الفيديو حوار وحات امك طالح حلم الله يا بص كده ولا لو حد لمح الفيديو ده حزعلك يا عم حد لمح مني انت مجنون احفر بس يا عم من القيادة لنقطة سبعة وعشرين هل تسمعوني؟ اشتمو طيب ده ولا ايه؟ يا كامل سيبه يولي هو عايزه يا كامل هو حد سمع يا ده قيادة قده على عبدها قده ايوا يا غريب انا بس كنت عايزة اوصيكم وصية لو خدت رصاصة من اي حتة ياريت تحرقوا جستي وانت هتاخد رصاصة ليه يا غريبي حبيبي حاسس انها قربت يا ايه دي اللي قربت النهاية النهاية الرابط غريب هو في حاجة بتحصل عندك؟ لا مفيش حاجة بتحصل انا عايزكوا تفتكروني عايزكوا تحكوا للناس حكايتي عايزكوا تقولونهم غريب كان انسان غريب كان جدع غريب كان كان غفير كان واحد قاعد في كوشك ما بيطلعش منه اساسا عشان الصبال ااخد غصاصة ولا حتى الكعبل هو ماشي شكرا بس على فكرة انا ما طلبتش حاجة صعبة يعني يا ابني امال احرقوا جثتي دي؟ ما اهلك ما اهلك يبقى يحرقوك يا غريب واحنا مالنا ياكشي تولعوا انتو الاتين في يوم واحد اللي انتو متعرفوهوش ان انا ما عنديش اهل طب حاضر حاضر يا غريب هنبقى انحرقك حاضر حاضر يا بابا ما تقلقش والرماد مالو الرماد بالله عليكم تدفنوه جنبهم في ضمنهور طب مادام كده كده هتدفن يبقى لين احرقك ثانية واحدة ثانية واحدة ثواني انت مش قلت ملكش اهل ومال مين الفضة منهور الاهل مش بالنسب يا كامل بيه الاهل بالنسب اللي حواليك الناس اللي انت بيه بس 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 هروح هقتله ونحرقه ونخلص منه يا سعيد مش عارف اشتغل مش عارف يا عمه ده بقى هاي ده خده على قد عقله غريب حاضر يا حبيبي هنحرقك يا بابا ما تقلقش روح بقى الله يحرقك تعال يا وليدي يا حبيبي تعال يا حبيب ماما هتقعد معايا بقى هنا لغاية ما نخلص شغل روح مع بعض كان عند واحد صاحب قريب من هنا قلت له فوته علي عشان يقعد معايا بعد ان روح مع بعض بدل مايروح لوحده ويقعد على اللبه مايذاكرش هاجبلك حاجة تشربها اه اه سلم على طانت ناردين هاي هاجبلك اللبه اللي بتحب هاي 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 انت صورتاني؟ لا ده انا بشوف موديل ما كانت تتبعه هناك ممكن اشوف الصورة؟ انا بشوف الصورة من فضلك صورة هناك هاي على فكرة يا عيب قوي اللي انت عملته ده لو عايز الصورة ممكن تستأذن عادي انا حمسح الصور وليد انا فهم انت حاسس بايه انا كنت قدك وفهماك بس لما تحب تصور حد لازم تستأذن بص بص انا حريك تصورني عادي ايه ده عادي؟ وانا واقفة وابصة لك طب تمام بس بسرعة قبل ما ما تيجي وريني يبقى كده؟ يرب بتكون مترافة تصور انا في الاساس فوتوغرافر تجد؟ برضو ايه ده؟ بسحة بسرعة 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 تفضل يا حبيبي الله هاد بقى دخلك البسورد ها؟ عشان غيروه من اسبوع ايه ده؟ انتي يا استاذة انا عفهمك والله انتي ليه وقفة متقصعة كده؟ هو اللي صورني من دهري قلتولي يمسح الصور ويصورني صورة عادية انتي ليه تخليه صورك صور عادية او مش عادية؟ انا بس كنت عايزة اعلمه ازاي تعمل مع الناس ايش حال لو ما كنتش مفطامكي وايلالك؟ الولا مش مستحمل وعلتكة انا قلتولي يصورني صورة عادية كنت متوقعة ايه؟ خيالك قالك حيعمل ايه بصورة زاي دي؟ ده مش حينام اسبوع عليها حتى لو ما ساحتام التليفون حمسحها من خياله ازاي؟ انا اسفة والله هو اللي كان مصمم يصورني قلتولي لو عايز صورني صورني لو بيحب التصوير لا يا حبيبتي هو ما بيحبش التصوير هو بيحب حاجات تانية هو ليه اساسا بيصورك انتي مجيش حاجة جنب منا منا مين؟ منا دي صاحبته ده محيط دراع منا قد وسطك منا دي فرصة اواتكة اللي عنده صور منا مش محتاج حاجة منك ازيت الكلامي على السدات كده قدام ابنك خد حبيبي امسح صورتها هي صورتها مفاش حاجة على فكر بس امسحها احتياطي فيه ناس مريضة ماناش دعوا بيهم نبعد عنهم ما نخلهمش سيطروا علينا روحوات بعيد اتنين كيلو الورا بعيد ومسمحش سقطك امسح السورة وقفة متقصعة وحطة يدك في قصتك ده احنا لو ازناك تطلع كلك على بعدك كارباكي لونز